مقاصد المقاصد 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 ثم كيف نشأ الخلل في أعمال المقاصد سواء كان إفراطاً في هذا الإعمال أو تفريطاً به وزهداً وهل يمكن لمقاصد الشريعة أن تؤدي دوراً في حل المشكلات الحضارية والفكرية والمجتمعية التي تعاني منها الأم المسلمة هذه بعض من أسئلة حلقة اليوم أطرحها على ضيفي الدكتور وصف عاشور أبو زير أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم دكتور أحيانكم الله أستاذ جهات مرحباً بكم هل يوجد حضور في مجمل تاريخ الأمة الإسلامية هل يوجد حضور معتبر للفكر المقاصدي في حياة هذه الأمة تأليفاً وممارسة وفتوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه وبعد في الحقيقة هذا سؤال كبير وسؤال واسع ويحتاج إلى تفصيل وإلى تدقيق وإلى تقسيم حتى تتجلى الأمور لا يمكن أبداً أن نطلق على كل التراث الفقهي والأصولي والإفتاء عندنا في التاريخ أنه كان مشبعاً بروح المقاصد ولا يمكن أيضاً أن ننزع عنه روح المقاصد بالكلية فإعمال المقاصد في تاريخنا للمتأمل في تاريخ المقاصد وأعلام المقاصد والعلماء الذين كتبوا فيها سواء تنظيراً أو تطبيقاً وإعمالاً في اكتهاداتهم وفتاويهم كانت متفاوتة على مدار التاريخ من عالم لآخر ومن عصر لآخر فالمسألة ليست هكذا حكماً عاماً وإنما لا بد أن نفصل لم يكن كل الفقهاء والأصوليين والمفتيين والمجتهدين بمعزل عن المقاصد بالعكس كانت هناك غالبية كبيرة في تاريخنا للاهتمام بهذا الفكر وبهذا العلم وإعماله فيما يكتهدون فيه من مسائل وقضايا وما يناقشونه من مسائل وأفكار وما يقررونه من فتاوى واجتهادات كما تفاوت أيضاً من عصر لآخر يعني العصور التي كانت مستقرة وكانت فيها الدولة قائمة وقوية وفي أوجز دهارها ويسود فيها الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي والفكري والأمن الاقتصادي لم يكن هناك اهتمام بالغ أو يعني ملحوظ للفكر المقاصدي في كلام العلماء الذين وجدوا في هذه العصور أما العصور التي كانت فيها اضطرابات سياسية وظواهر اجتماعية كبرى وعصور الاحتلال والمقاومة وعصور الحفاظ على الهوية الفكرية والعصور التي كانت فيها إرادة ورغبة للتطوير والتجديد وهذه الأمور حضرت فيها المقاصد بشكل كبير ولنأخذ مثالا بمثال قديم من عصر الصحابة عصر سيدنا عمر بن الخطان هذا عصر شهد فتوحات كبيرة شهد دخول أفواك كبيرة للإسلام من العرب والعجم شهد تطوير في البنية التحتية للدولة المسلمة في ذلك الوقت تطوير إداري تطوير اقتصادي تطوير فكري تطوير اجتهادي في الاجتهاد سيدنا عمر نفسه اللي هو كان على رأس السلطة ما رسل اجتهاد المقاصد والمصلح بأعلى ما يمكن أن يكون فلما كان عصر عمر بن الخطاب حصر تطوير عصر اتساع في الرقعة هذا الاتساع لا شك أنه سوف يقذف بنوازل ومستجدات وسوف يتطلب تطويرا وملاءمة ومواكبة لهذا الاتساع في الرقعة الجغرافية ملاءمة اقتصادية ملاءمة اجتماعية ملاءمة إدارية ملاءمة تنظيمية في تنظيم المسائل والأنظمة داخل الدولة والمجتمع كل هذا لا ينهض له ولا يقوم بحق الوفاء به إلا هذا الفكر الكلي وعلى رأسه فكر المقاصد وفقه المقاصد لما تيجي تشوف عصر زي عصر الإمام الشافعي الإمام الشافعي عصره كان مليء بالفرق الفرق الإسلامية كان مليء بالاضطرابات في الاجتهادات والأفكار فاستطاع الإمام الشافعي أن يستلهم هذا الفكر وبالمناسبة كتب الإمام الشافعي مشبعة بروح المقاصد حتى في كتابه الأول الذي وضعه في علم أصر الفقه كتاب الرسالة مشبع في أمثلته التطبيقية بالمقاصد فاستطاع الإمام الشافعي أن يضع قواعد الاستنباط وأن ينظم عملية الاكتهاد حتى لا تذهب إلى الإفراط ولا إلى التفريط بما وضعه من قواعد يجب أن تتبع في الاستنباط لو شفت مشينا كمان قدام شوية وروحنا في القرن الخامس الهجري عصر الإمام الجويني رحمه الله تعالى وده من أوائل من تكلموا عن المقاصد ونظرية المقاصد وإن لم يتوسع في الكلام التنظيري لكن عصر الإمام الجويني شهد اضطرابات سياسية شهد تغيير في الولاءات شهد ضعف في الدولة شهد انقضاض من أعداء الأمة عليها فاستلهم الإمام الجويني فكر المقاصد لكي يواكب هذه المرحلة بما فيها من مشكلات فوضع كتابه مثلاً الغياسي غياسي الأمة في التياس الظلم وافترض فيه خلوة الأمة من مكتهد وخلوة الأمة من إمام لأن الأمور كانت مضطربة وكان يخشى للمسلمون أن يأتي زمان عليهم ولا يكون لهم فيهم إمام فافترض الإمام الجويني هذه الأمور وأجاب عنها إجابات أنا أرى أن كتاب الإمام الجويني كتاب الغياسي هو كتاب مقاصدي من الطبقة الأولى من الطراز الأول في كل مسائل الكتاب التي تعرض لها كان يحتكم فيها إلى المقاصد الإمام الجويني صحيح هو من الأوائل الذين تكلموا عن نظرية المقاصد لكنه لم يتوسع في التنظير لم يتوسع في التنظير في مسألة المقاصد هذه لكن تطبيقاته السياسية في كتاب الغياسي والفقهية في كتاب نهية المطلب كتاب عشرين مجلد حققه العلامة الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله عشرين مجلد ظل يحققه عشرين سنة وعمل حفلة بعد ما حقق الكتاب يعني احتفالاً بإنجازه هذا أو في اكتهاداته الأصولية في كتاب البرهان وغيره كان الإمام الجويني في التطبيقات تتجلى في اكتهاداته الفقهية والأصولية والسياسية الفقه المقاصدي والفكر المقاصدي على أعلى مستوى لو جينا بعد كده شوية في القرن السابع الهجر لإمام العز بن عبد السلام كان عصر احتلالات عصر تغيير ولااءات عصر بيع للزمم الحكام يوالون أعداء الأمة حتى يعني يستولون على الحكم هناك اضطرابات سياسية هناك حروب هناك مشكلات فاستلهم العز بن عبد السلام هذا الفكر والإمام العز بن عبد السلام من بين العلماء أنا أعتبره إمام المقاصدي الأول في الفكر والفقه المقاصدي حيث استلهم هذا الفكر في كتابه القواعد الكبرى مثلا وده أعظم كتاب في نظري من الكتب التي تحدثت عن القواعد الفقهية الحاكمة للمصالح والمفاسد هذا الكتاب يا أستاذ جهاد والأستاذ المشاهدين والمشاهدات كتاب في غاية النفاسة وأنا أعتبره كتاب العصر الذي ينبغي أن يقرأه الفقهاء والأصوليون والمفتون والسياسيون والاقتصاديون والاجتماعيون والتربويون كتاب بصراحة كتاب نفيس في غاية النفاسة لكن معذرة الدكتور وصفي أنت عندما تحدثت عن الإمام الشافعي كاهتمام بالمقاصد ولو كان من بعيد في كتابه الرسالة قفزت بعد ذلك إلى الإمام الجويني يعني قفزة قرون قفزة كبيرة ألا يدل هذا على أن الجانب المقاصدي لم يكن حاضرا كما ينبغي في حياة الأمة المسلمة يعني هو كان حاضرا البعد المقاصدي لم يغب أبدا عن نظر الأمة ولا عن علماء الأمة طوال التاريخ لكن هناك فترات كان يبرز فيها الاهتمام بهذا العلم ولذلك ما أذكره الآن هو محطات فارقة في تاريخ المقاصد تجلت فيها المقاصد ولا يستطيع الإنسان أن يتعامى أو أن يغفل عنها أو أن لا يرها إلا إذا لم يرى الشمس في رابعة النهار لا يستطيع أحد أن ينكر يعني بروز وإشراق العز بن عبد السلام لا يستطيع دارس أن ينكر تجلي الإمام الجويني من قبل عمر بن الخطاب عمر بن عبد العبد كل الخلفاء الأربعة بالمناسبة استلهموا هذا الفكر وكان حاضرا في اكتهاداتهم وفي طريقتهم ومنهجهم للحكم ولذلك نبس صلى الله عليه وسلم حينما يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجز أنا أعتقد أن سنة الخلفاء هنا هو طريقتهم في الحكم طريقتهم في تسيير أمور الدولة طريقتهم في البحث عن تطبيق الشرع بما يحقق مصالح الخلق هي ضد طريقة النبوية المتبعة في الحكم التي استلهمها الأئمة واستلهمها من بعدهم عمر بن عبد العزيز والصالحون من حكام هذه لكنك دكتور وصفي ربط حضور الفكر المقاصدي في حياة الأمة واختفائه بقضية الفتن والمشاكل السياسية والاحتلالات يعني ما دللت هذا الربط أو مناط هذا الربط دللت أنه في هذه الفترات كالعصر الذي نحي فيه الآن تماما أو العصر الذي مرت به الأمة قبل مئة عام عصر 1900 ونتا جاي أو 1350 ونتا طالع 1330 واربعين إلى آخره جرية هذه العصور بتبرس فيها ظواهر وتجد فيها مستجدات وتنزل فيها نوازل كبرى على مستوى الأمة ويكون هذه النوازل من خصائصها أنها معقدة أنها متشابكة زوايا النظر فيها متنوعة ومختلفة وكثيرة لا يفتي فيها الفقه وحده وإنما ينبغي أن ينظر إليها السياسي وينظر إليها الاقتصادي من زاوية أخرى وينظر إليها الاجتماعي وينظر إليها العسكري والتخطيط الاستراتيجي وكل هذه التخصص والطبيب أحيانا في بعض المسائل لكنه كان يحصل تحت ظل الدولة الإسلامية بالضبط كان يحدث تحت ظل الدولة وكان الدولة في بعض الأحيان تضعف فينقض عليها الأعداء فتحدث للترابات وتتغير الولاءات وتظهر ظواهر وتنزل نوازل وتستجد المستجدات فلا يليق لهذه الخصائص من الأزمنة والمراحل إلا هذا الفكر الكلي لأن النص الجزئي عندنا متناهي عندنا آيات القرآن محصورة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام محصورة أما الوقاع والمستجدات فغير محصورة ولذلك الأئمة الكبار استنبطوا أصولاً للاجتهاد منها القياس مثلاً أن يقيس ما لا حكم له على ما له حكم واستنبطوا القواعد الفقهية التي تضبط الاجتهاد وترشد المكتهد واستخرجوا المقاصد من بين النصوص الشريعة التي تكون مظلة حامية وواسعة وحائلة بين أن يقع المكتهد في الخطأ تعصمه من الوقوع في الخطأ وتوجهه إلى الصواب لأن الإنسان إذا نظر للمقاصد الهدف إلى هدفه لن يستطيع أن يزيغ عنه لا يمين ولا شمال وهكذا المقاصد دائماً في نظر المفتي والمكتهد إذا استصحبها واستقبلها ولذلك الإمام الغزالي يقول كلمة عظيمة جداً يقول المقاصد قبلة المجتهدين قبلة المجتهدين فكما لا يصح للمصلي صلاة إلا وهو مستقبل القبلة فلن يصح للمكتهد اجتهاد إلا إذا استقبل المقاصد قبلة وجعلها قبلة له في الاجتهاد فنحن لا نقول أن المقاصد كانت تختفي المقاصد حاضرة وموجودة لكنها تبرز وتسلط عليها الأضواء وتستلهم ويستنجد بها في مثل هذه العصور وفي مثل العصر الذي نحياه الآن ولذلك الصحوة المقاصدية الدائرة الآن وهي تختلف عن تناول المقاصديين والأصوليين من قبل ذلك يعني من قبل أنا ألاحظ أن تاريخ المقاصد على مر التاريخ كان الكلام فيه قليلاً لكن التطبيق كان كبيراً وواسعاً ومداه واسع جداً ودي ملاحظة يعني من طريق الاستقراء يعني هذا الكلام ليس كلاماً هيين وإنما هو من طريق الاستقراء والتتبع التاريخي لعلماء المقاصد واكتهاداتهم على مر العصور وفتواهم وفتواهم طبعاً لكن أنا في عصرنا الحاضر ألاحظ أن الاهتمام بالمقاصد ككلام كبير مقاصد الآن أصبحت علماً مستقلاً أصبح لها كليات أصبح لها أقسام خاصة في الدراسات العليا أصبح لها ندوات مستقلة مؤتمرات خاصة بها أصبح لها برامج تلفزيونية أصبح لها مراكز بحسية لكن هل تفعل المقاصد في الفتاوى بحجم هذا التنظير الموجود للمقاصد بشكل يتكافأ مع ما كان عليه الأسلاف مثل الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي وهؤلاء الأئمة الكبار هؤلاء الأئمة لم يتكلموا كثيراً في نظرية المقاصد في التنظير للمقاصد وإنما كانت تطبيقاتهم مشبعة بروح المقاصد نعم لكن دكتور حقيقة يعني الاحتمام بالمقاصد لم يكن حالة أصيلة وعامة على مسار تاريخ الأمة وإنما اقتضتها الظروف ربما كان معمولاً به ولكن في نطاقات ضيقة وإنما برزت بشكل لافت فيه فترات الاضطرابات السياسية والاحتلالات أليس كذلك؟ بلى يعني كلام صحيح لكن لم تلجئنا لها الضرورة وإنما فرض الاهتمام بها طبيعة العصور إذن ليس حالة أصيلة وإنما هي حالة طارية لا لا بالعكس هي حالة أصيلة جداً لأنه لا يستغنى عن المقاصد في فهم النص الشرعي فهم النص الشرعي لا يمكن أبداً أن يتم بمعزلاً عن مقاصده نعم كثير من الناس يتصور أن المقاصد شيء مختلف عن الشريعة ويريدون أن يحلوا المقاصد محل الشريعة وهذا خطأ لأنه هي المقاصد بنت النصوص المقاصد دي مستقراه من النصوص جاءت من نصوص الشريعة الإسلامية ثم بعد ذلك تكون حاكمة على هذه النصوص ما دامت هي مستنبطة ومستخرجة من النصوص نفسها يعني الأصل عندنا هو النص الشرعي لا يجوز مخالفة النص الشرعي ليه؟ لماذا؟ لأنه نص مقدس نص إلهي لا يجوز تغييره ولا تبديله وإنما كيف نتعامل مع هذا النص؟ العلماء وضعوا بقى علم أصول الفقر كاملاً للقواعد التعامل مع النص الشرعي ومنها فهم النص في ضوء مقصده عدم فهم النص في ضوء مقصده هذا يؤدي إلى خلال كبير واختلال وتخبط في الشريعة وأن تتناقض الشريعة بعضها مع بعض وتتعارض نصوصها بعضها مع بعض وتعجز الشريعة الإسلامية بفعل المكتهد وليس من ذات الشريعة بفعل المكتهد الذي لا يراي المقاصد تعجز عن ملاحقة الواقع وعن أن تبصد سلطانها على الأحكام وعلى الواقع وأن تحتضن المستجدات والنوازل وهذه المسائل فيؤدي ذلك إلى انحصار الشريعة عن الواقع وانعتاق الواقع بعيدا عن الشريعة لكن ما هي الميادين والساحات التي تجلت فيها الفكر المقاصدي؟ يعني أنت ربطت بالاترابات السياسية بالاحتلالات هل يفيد ذلك أن المقاصد فعلت فقط في ميادين السياسة مثلا؟ لا طبعا المقاصد فعلت في كل الجوانب عندنا في الاقتصاد مثلا عندنا فكر اقتصادي عظيم جدا ومفعل فيه المقاصد كتب الأموال الموجودة عندنا الكتب التي تتحدث عن النظام الاقتصادي في الإسلام قديما قديما وحديثا عندنا كتب تتحدث عن العلاقات الدولية الإمام محمد بن الحسن الشيباني إمام العلاقات الدولية ومؤسسها اللي في الغرب الآن عملين له قاعد باسمه في الغرب في أوروبا وفي أمريكا عملين قاعدة دراسية وكراسي باسم الإمام محمد بن الحسن الشيباني حيث إنه مؤسس العلاقات الدولية في الإسلام من خلال كتابه السيار الكبير فعندنا المقاصد استلهمت في كل جوانب الفكر الإسلام في كل جوانب علوم الشريعة الإسلامية في الفقه في الأصول في التفسير لكن كانت تتفاوت من عالم لآخر ومن عصر لآخر وليست ترتبط المقاصد أو استلهام المقاصد والاستنجاد بها بعصور للطرابات السياسية والاحتلالات فقط وإنما أيضا في عصور إرادة النهضة والتطوير يعني الإمام محمد عبدو مثلا هو الذي أحيى كان هو بزرة إحياء الفكر المقاصدي المعاصر حيث كان عصره عصر احتلال عصر تطوير إمام محمد عبدو حمل حملة شعواء على منهج الأزهر في عصره حيث رأها تقليدية ولا تبعث على تكوين مفكرين وعلماء ومجتهدين ومفتين حقيقيين يواكبون العصر ويوازنون بين نصوص الشريعة ومصالح الناس فاستلهم هذا الفكر وأحيى كتاب الموافقات نفض عنه الطراب وطبعه وأمر تلامزته بأن يتدرسوه ويدرسوه يطبعه ويتداوله الشاطبي الموافقات للإمام الشاطبي وعلى رأسهم الأستاذ محمد رشيد رضا العلامة المجدد المعروف وهو التلميذ الأبرز للإمام محمد عبدو ثم محمد الخضري ومحمد الطاهر بن عشور وهذه المدرسة الكبيرة التي استلهمت هذا الفكر واهتمت به أيضا عصور الحفاظ على الهوية حينما تكون هوية المسلمين مهددة ما علاقة المسلمين؟ هنا المقاصد بالحفاظ على الهوية لأن المقاصد بتعمل على حفظ الهوية لما لها من فلسفة وما لها من أسرار وما لها من حكم تبين عظمة الشريعة وفلسفة الشريعة فتحول بين المسلمين وبين الاستلاب الغربي أو الركود على العادات والتقاليد الوافدة عندنا أيضا المقاصد بتستخدم في رد الشبهات عن الإسلام لأنني لن أستطيع أن أرد شبهة عن حكم من الأحكام الشرعية إلا إذا كنت على علم بمقصد هذا الحكم وبأسرار هذا الحكم وبطبيعته وعظمته التشريعية لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها نزلت لمصالح الناس ولذلك العز بن عبد السلام أقام شريعة كلها على النظر من هذه الزاوية زاوية جلب المصالح ودفع المفاسي كل الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذين الركنين إما أن يكون الحكم جلبا لمصلحة أو دفعا لمفاسي كل الشريعة الإسلامية والشريعة نزلت للناس نزلت لمصالح الناس كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كنتم خير أمة أخرجت للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس القرآن نزل للناس الرسول للناس الأمة نفسها للناس فلا يوجد حكم شرع إلا وفيه إما أن يكون فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة فرد الشبهات الحفاظ على الهوية التقديد والتطوير المقاومة والاحتلال مواكبة الأحداث في مواجهة للطرابات السياسية والاجتماعية والظواهر الكبرى كل هذا تستلهم فيه المقاصد على أعلى مستوى لكن ذلك شهد اضطرابا في عملية الإفراط والتفريد في تطبيق هذه أو إعمال هذه المقاصد الشرعية نريد أن نبحثه بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة أهلا بكم مشاهدين الكرام أسعدكم الله ومشاهدين الكرام ما زلنا في الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية بين الإفراط والتفريط والحديث دائما مع الدكتور وصفي عشور أبو زيد وجدد وترحيب بكم هياكم الله أستاذ قهد والمشاهدين الكرام يحفظك الله اليوم هناك حديث واسع في الأوساط الإسلامية عن خلل في عملية إخضاع الأحكام والفتاوى والدراسات والجهد العلمي والفكري وحتى النظر للأمور من منظور مقاصدي ثم تخلل هناك من ذهب بعيدا في إعمال هذه المقاصد حتى اتهم بأنه تميع تميعي ويستغني عن النصوص وبالمقابل هناك من فرط في استعمال هذه المقاصد مظاهر هذا الخلل نعم دكتور صحيح هذا سؤال مهم جدا ويقودنا إلى الحديث عن اتجاهات التعامل مع المقاصد الآن المقاصد كعلم أصبح علم مستقل وهذا لا يعني انبتاكت علم المقاصد عن العلوم الأخرى وانفساره عن العلوم الأخرى كل العلوم بتستقل ويولد بعضها بعضا ويتوالد بعضها من بعض وعلم المقاصد كباقي العلوم هناك دائما في القضايا والأفكار والعلوم هناك ثلاث اتجاهات طرفان ووسط هناك ناس يفرطون وناس يفرطون وهناك خط وسطي ومدرسة وسطية تجمع الخيرين من هنا ومن هنا نحن عندنا في المقاصد هناك مدارس ثلاث طرفان ووسط كما أشهرت قبل قليل أما الطرف الأول فهو طرف الإفراط الذي يتعامل مع النصوص بمعزل عن المقاصد هذا الطرف أو هذه المدرسة هي تفهم وتفسر النصوص بشكل حرفي لا تراعي فيه في فهمها روح النص غرض النص الحكمة من النص لماذا نزل هذا النص الظروف والملابسات والسياقات التي أحاطت بنزول النص لأن ذلك يكشف المقصد من النص لا تشبك بين هذا النص وبين ما يناظره من النصوص الأخرى ليكمل صورته لأننا في القضايا والمسائل ينبغي أن نجمع كل ما يتصل بها من النصوص سواء من القرآن أو من السنة ونرى كيف تعامل معها العلماء هذه المدرسة دائما ما تجنع إلى التشدد والتعسير حيثما واجدت مسألة تشدد وتعسر على الناس وتظن أن التشدد والتعسير على الناس هو التعبد على الحقيقة لله سبحانه وتعليه يبدأ هو الملتزم الذي نريده هذا في تصورهم أيضا هذه المدرسة تجرح المخالفين ولا تبالي أنها تفسق فلان أو تبدع فلان من العلماء أو تكفر الحاكم الفلاني أو العالم أو الدعية الفلاني تكفر هكذا بلا مبالاة وطبعا المسارعة في التكفير هي أساسها الجهل ولذلك الإمام أبو حمد الغزالي يقول لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة وهذا ما رده إلى الابتعاد عن المقاصد؟ وهذا ما رده إلى الابتعاد عن المقاصد طبعا لأن المقاصد بتأتي من هنا يا أستاذ جهاد؟ بتأتي من التأمل في الفروع في الأحكام الفقهية في موارد الشريعة في مصادرها في حقائقها في معقولها في كل شيء فيها التأمل والتلمس والتشبيك الأشياء الأحكام المختلفة والخروج منها بمعاني ومقررات ثابتة هو ده العمل العقلي الجبار الذي قام به علماء الأصول وعلماء القواعد وعلماء المقاصد على مر التاريخ هذه المدرسة لا تبالي بإصارة الفتن تتبنى رأينا وتتمسك برأي مع أن المسألة فيها آراء أخرى ولكنها لا تبالي إذا تمسكت بهذا الرأي أن يحدث في المجتمع ما يحدث من فتن من الترابات من مشكلات من نزاع من خلاف من شجار لا تبالي المهم أنها تتمسك بهذا الرأي فقط حتى لو كان في المسألة ساعة الشفعي آخي لما راح للإمام أحمد بن حنبل يزوره وهو تلميذه الأستاذ راح يزور التلميذ فصحه مع بعض يصل الفجر فالإمام أحمد بن حنبل من أدبه قدم أستاذه يصلي إماما ومن المعروف أن الإمام الشفعي يرى سنية القنط في صلاة الفجر والإمام أحمد يراها ليست سنة يراها بدعة لا يقنط في صلاة الفجر فنزل الإمام الشفعي على مذهب الإمام أحمد ولم يقنط في صلاة الفجر احتراماً للإمام أحمد وتقديراً ورعاية للظروف المحيطة للجمهور الناس الموجود اللي هو بيتعبد إلى الله تعالى على مذهب الإمام أحمد فقه كبير لهؤلاء الأم العظام هذه المدرسة تنكر التعليل لا تقول بأن النصوص لها علل لها حكم لها مقاصد أنها تتهم الرأي الآخر مباشرة أنها تنتهج التشدد في الأحكام هو حتى لا يتحول الأمر إلى جلد فئة على حساب صالح فئة أخرى لكن في المقابل في المقابل ثم هناك مقاصديون حتى يطلق عليهم مقاصديون جدد يعني ذهبوا بعيداً جداً في الاعتماد على المقاصد حتى لدرجة التمية وإغفال النص ما نقول لها حضرتك هي هذه المدرسة الثانية نعم التي هي مقابل المدرسة الأولى مباشرة إذا كانت هذه المدرسة مدرسة حرفية تتشدد تتعنت تفهم النصوص فهماً حرفياً تفهم النصوص بعيداً عن أسبابها وملابساتها وسياقاتها التاريخية والاجتماعية تنتهج التشدد في الفهم وفي التفسير وفي الإفتاء تهاجم المخالف وتصفه بالتبديع والتفسيق وتكفره أحياناً لا تبالي بإثارة هذه الفتن وهذا الكلام ذكره شيخنا الإمام يوسف القردوي في كتابه دراسة في مقاصد الشريعة الإسلامية ذكر في هذه السلسل اتجاهات هذه المدرسة التي تفضلت بها الآن بصراحة هي في نظر الآن أخطر من المدرسة الأولى لماذا؟ لأن المدرسة الأولى الآن تحللت المدرسة الحرفية المدرسة الحرفية تكاد تكون تحللت يعني يعني ذابت انتهت يعني لم تنتهي ولكنها متحللة الآن ولم يعد الخطر منها الخطر الآن الداهم والأكثر من المدرسة التي تريد أن تضرب النصوص وأن تعطل أحكام الشريعة وأن تجعل القطعيات ظنيات هي هذه المدرسة هذه المدرسة التي ترفع لواء المقاصد وهي لا تعرف ما معنى المقاصد ولا ما معنى الشريعة أصلاً فتجعل ما هو قطعي تجعله ظنياً وتجعل ما هو محكم تجعله متشابهاً وما هو من الكليات تجعله من الجزئيات وما هو من الأصول تجعله من الفروع وهكذا فتصير الشريعة ألعوبة في أيدي الناس يشكلونها كالعجينة كيف يشير؟ وهذه المدرسة لها وحضورها اليوم؟ طبعاً موجودة بشدة ولها صخب وهؤلاء ينبغي الحذر منهم والرد عليه وبيان أن هؤلاء أولاً هم جهل بالشريعة الإسلامية مع كل الاحترام والتقدير للشخص لماذا هم جهل هم جهل بالشريعة الإسلامية لأنهم لو لم يكونوا جهلاء بالشريعة لما أقدموا على تبديل شرع الله وعلى الإطاحة بالنصوص وعلى الضربة في القطعيات النهاردة لما نشوف مدرسة موجودة بعض الناس في تونس مثلاً هناك ما يسمى بلجنة الحقوق والحريات شكلت من مجلس الشعب أو كانت خارج مجلس الشعب وأرادت أن تقدم مشروع قانون ليقره مجلس الشعب هناك أو البرلمان بناء على توجيه من الرئيس الموجود هذه انتهت إلى عدد من القوانين من هذه القوانين مثلاً جواز نسبة الإبن لأمه أن ترس المرأة مثل الرجل جواز الزواج المثلي يكون الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة حرية ويقول لك الحرية من المقاصد أي حرية هذه يقولها هؤلاء هذه حرية لا يعرفها الإسلام الحرية الموجودة في الإسلام حرية منضبطة لا تتعارض مع القطعيات الشريعة أبداً لأن قطعيات الشريعة وجدت لتوجد الحرية للناس لكن معذرة دكتور حتى لا يبرأ ساحة المقاصدين هؤلاء لا يحسبون على المقاصدين بقدر ما هم علمانيون ما هو ده ترفع رأية المقاصد فوق يقدمون هذا المنتج ويضعون فوقه عنوان المقاصد وهذا الكلام لا علاقة له لا بالمقاصد ولا بالشريعة والذين يحملون هذه المشاريع لا يفهمون الشريعة ولا يفهمون المقاصد على الإطلاق أنهم يتجرؤون على القول على الشريعة بغير علم أنهم يتبعون الغرب فكل ما عند الغرب هو الخير والصلاح والنفع للأمة وكل ما عندنا نحن المسلمين هنا في بلادنا هو الشر كل الشر زي ما أحد الناس قال لن نتحضر ولن نتقدم إلا إذا اتبعنا الغرب واستوردنا ما عندهم من خير وشر كل شيء هذه المدرسة بتعلي منطق العقل على منطق الشر لماذا نشأ هذا الإفراط والتفريب؟ هو دي سنة الحياة دي سنة الحياة في كل علم وفي كل قضي لكن استقراءا لهذه السنة ليس مطالبة من المسلمين بأن يفهموا سنان التاريخ بالضبط انطلاقا من هذا الفهم الذي ينبغي أن يتمتع به العلماء بالضبط صحيح وعموم الأمة صحيح كيف نشأ هذا الإفراط والتفريب؟ لأن أثاره مدمرة على الأمة اليوم أثاره مدمرة لكن بحمد الله تعالى وده اللي احنا هنتكلم فيه الآن أن هناك مدرسة مدرسة الوسطية الإسلامية التي تفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية والتي لا تحدث اضطرابا ولا تعارضا لأن لا يوجد تعارض أصلا بين النصوص لأن مصدرها الإله واحد هي جاءت من الله ومصدرها واحد ومنزل الكتاب هو مجري السحاب كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذه الشريعة ولذلك لا تجد تعارضا بين الشرع وبين الخلق ولا تجد تعارضا بين الخلق بين بعضه وبعض للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أبرز من ظاهر هذه المدرسة أقول لحضرتك وكذلك التعارض بين الأحكام الشرعية يبقى تعارض ظاهر فقط للعقل ولذلك هؤلاء الجهلة من هذه المدرسة المعطلة الجدد أو الذين يضربون النصوص باسم المقاصد هؤلاء إذا بدأ لهم تعارض ظاهري بين النصوص يرفضون النصوص مباشرة وهذا من جهلهم لأن تعارض ظاهري أصلا وهناك طرق كثيرة جدا للتوفيق بين النصوص وده يسمى تعارض والترجيح في علم أصول لكن معذرة دكتور حتى لا يبدو الأمر أنه يسحب إلى العلمانيين ونسبهم إلى المقاصدين ثمة من المقاصدين المعروفين والعلماء الذين يشهد لهم بالفضل من قال بتقديم مثلا المصلحة على النص وذلك نجم الدين الطوفي المشهول جدا لا مهدى هذا الكلام مفترع على نجم الدين الطوفي نجم الدين الطوفي لم يقدم المصلحة على النص بإطلاق نجم الدين الطوفي قدم النص القطعي على المصلحة لأن النص القطعي أصلا هو المصلحة النص الشرعي هو المصلحة الشريعة هي المصلحة النصوص الجزئية هي المصلحة بعينها لكن فهمها فهما صحيح الإمام الطوفي متى قدم المصلحة على النص؟ قدم المصلحة القطعية التي هي مستقاه من الشريعة الإسلامية بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار على النص الظني الذي يحتمل الأخذ والرد والفهم فيخصص النص الجزئي أو الظني بالمصلحة القطعية لم يأتي بجديد هذه هي المقاصد؟ هي هذه المقاصد بالضبط لكن أنا أقول لك كلمة مهم لا يوجد مقاصدي حقيقي في الواقع المعاصر يتبع هذه المدرسة أبداً أي مدرسة؟ مدرسة ضرب النصوص الشريعة المدرسة العلمانية دي التي تريد أن تعال بنا الشريعة وأن تضرب نصوص الشريعة تحت راية المقاصد وهم لا يفهمون مقاصد ولا الشريعة مدرسة الوسطية أستاذ جهاد تفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية تفهم النص الجزئي في ضوء ملابساته وظروفه الاجتماعية وسياقاته التاريخية تفهم النصوص في ضوء النصوص الكلية والشاملة للقضية الواحدة تجمع النصوص في المسألة الواحدة وتفهمها فهبا عظيما هذه المدرسة توازن بين أمور الدنيا وأمور الدين هذه المدرسة تتعاطى مع الواقع المعاصر وتحاول أن تستهدي من الشريعة الإسلامية ما ترفع به حالة الواقع حتى يكون على مستوى المجتمع الإسلام الصحيح الذي أرادته الشريعة الإسلامية هذه المدرسة تميز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة هذه المدرسة تميز بين القطعيات والظنيات تميز بين الكليات والجزئيات لا تجعل هذا مكان ذاك ولا ذاك مكان هذا على الإطلاق ومن آثار هذه المدرسة ونتائجها أنها استطاعت أن تبصد سلطانة الشريعة على الواقع وأن تجد كيف مظاهر هذا البسط مظاهر هذا يعني كان لها اكتهادات وآراء وأقوال للقضايا المعاصر يعني قضايا زي الديمقراطي كانت لهم فيها آراء وعالجوها لكن المدرسة الأولى ابتعدت تماما عن الواقع لكن دكتور يعني باعتبار المدرسة الأولى غائبة الآن فهذه المدرسة التي تقول أنها مثلا وسطية وأنها تعاملت مع الديمقراطية ثمت من يقول بالمقابل بأنها لوّت عنق الشريعة من أجل تكيفها لصالح الديمقراطية وهذا نتيجة خضوع لضغط غربي عالمي على المسلمين هذا الكلام يقال لك أنه غير صحيح لأن هذه المدرسة لم تقبل الديمقراطية بكل ما فيها أنا أريدك مثال واحد فقط تكلمت عن الاشتراكية مثلا الاشتراكية فيها جانب إيجابي وفي جانب سلبي نأخذ الجانب الإيجابي ونترك السلبي لأن الإسلام موقفه من القضايا المعاصرة والنوازل بيتميز بالاعتدال أين يتمثل هذا الاعتدال ما يأتنا من الغرب ما يفد إلينا من بلاد الغرب وهو يتفق معنا مع شريعتنا مع عقيداتنا مع مبادئنا ومقاصدنا نقبله ونرحب به أليس في ذلك سلبية دائما أن أخذ من الاشتراكية معذرة دكتور يعني أن نأخذ من الاشتراكية ما يتوافق مع شريعتنا وكذلك من الديمقراطية لماذا لا يكون هناك ابتكار إنتاج ذاتي إسلامي دائما الأخذ والاستهلاك من الآخرين لا نأخذ عرفه هذا من المقاصد يعني لا نأخذ على طول الخط وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الغرب أخذ فكرة الخندق لكنه أعطى أكثر مما أخذ طبعا لكنه لم يقف حائلا دون أن يستفيد المسلمون من منتج غربي أو منتج خارج بلاد الإسلام في المقابل ما يتعارض معنا لا نقبله يعني الزواج المثل نقبله عشان الغرب ينادي به تعري المرأة وكشفها وبيعها الجسدها واعتبار المرأة جسدها سلعة نقبل به انطلاق المرأة بدون ضوابط شرعية نقبل به لأنه جاءنا من الغرب لا نقبل بهذا أبدا لأن هذا يتعارض مع شريعتنا وهناك قضايا فيها الخير والشر نفتت هذه القضايا ونأخذ ما فيها من خير ونرفض ما فيها من شر لأن الإسلام كما قال الإمام المتيمية الشريعة الإسلامية جاءت بقلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها هو ده الضابط بتاع الأحكام الشرعية كلها ما كان فيه مصلحة نقبله وما كان فيه مفسدة نرفضه وما امتزجت فيه المصالح والمفاسد نفتته ونأخذ ما فيه من مصالح ونترك ما فيه من مفاسد هو ده الموقف الحقيقي الذي ينبغي أن نتعامل به هذه المدرسة تعاملت بهذا المنطق مع القضايا المعاصرة لكن فيه مسألة علاقة المصلحة بالنص دكتور وهنا يعني بيت القصيد هل ثمت إجماع بين علماء الأمة على ضبط علاقة المصلحة بالنص؟ طبعا هناك إجماع على أن النص هو المصلحة والكلمة التي تنسب لابن القيم أينما توجد المصلحة فثم شرع الله هذه كلمة أولا مكذوبة على ابن القيم كلمة محرفة كلمة مدلسة على ابن القيم الإمام ابن القيم كان يتحدث في كتاب الطرق الحكمية على ما أذكر في مسألة الشواهد على أمام القاضي كل ما يثبت به الحق تقبله الشريعة الإسلامية أنا الآن أنا وأنت مختلفان في قضية من القضايا ورفعنا أمرنا للقضاء طبعا عندنا الشهود من ضمن الأدلة طيب لو كانت هناك أدلة أخرى غير الشهود أو قرائن نقبلها ولا ناقبلها نقبلها ولذلك الإمام ابن القيم لما سق هذا الكلام وقال كل ما يثبت حقوق الناس نقبله لأنه أينما حيثما ظهرت أمارات العدل فسمى شرع الله ودينه هو ده اللي قاله ابن القيم لكننا نقول حيثما وجدت المصلحة المنضبطة والمشروعة فسمى شرع الله لأنه لا تعرض بين المصالح وبين الشرع والأحكام والنصوص الجزئية أبدا لأن النص الشرعي هو بعينه المصلحة لكن أين من يفهم النص الشرعي؟ ويدلنا ويوضح لنا ويبين ويفسر أن هذا النص هو المصلحة بحد ذاتها الله سبحانه وتعالى يعني ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العصر والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يتوب عليكم وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته إرادة الله في القرآن الكريم في الآيات القرآنية لمن يستقرأ هذه الإرادة يخرج بنتيجة واحدة أن الله لا يريد لنا إلا الخير ولا يشرع لنا إلا الخير وما فيه المصلحة ولا يحرم علينا إلا ما فيه المفسدة هات لأمر واحد محرم فيه مصلحة هات لأمر واحد واجب أو مشروع وفيه مفسدة كل ما شرعه الله مصالح وكل ما حرمه الله مفاسد والله تعالى لا يريد أن يعنتنا لا يريد أن يضيق علينا يريد بنا الخير في الدنيا والآخرة فالنص الشرعي بحد ذاته الشريعة الإسلامية هي الخير وهي المصلحة المحضة فلا يوجد تعرض أساسا إلا تعرض مفتعل موجود وأثير في التاريخ حتى يتم التخلص من النصوص والإطاحة بقواطع الشريعة الإسلامية نعم انطلاقا من أهمية الأعمال الفكر المقاصدي كيف يمكن لهذا الفكر المقاصدي أن يساهم في حل المشكلات التي تعاني منها الإسلامية هذا ما نفحته بعد فاصل أخير ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفضلين الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور وصفي الأمة الآن تعاني من مشكلات حقيقية وعميقة مشكلات فقهية فكرية حضارية مجتمعية وحتى أخلاقية كيف يمكن لمقاصد الشريعة أن تساهم في حل هذه المشكلات من حيث مبدأ بداية هل يمكن لهذه المقاصد أن تسهم في هذه الحلول طبعا بلا شك المقاصد هي ركن أساسي وموئل رئيسي ويستنجد بها لمثل واقعنا الآن واقعنا الآن هو مشابه للعصور السابقة التي تعرضنا لها مشابه العصر عمر بن الخطاب من حيث النوازل مشابه لعصور سقوط الدول الدولة الأموية الدولة العباسية الخلافة العثمانية يعني قبل مئة سنة الخلافة سقطت قبل مئة سنة تقريبا في هذا العصر سيد جهاد والسادة المشاهدون جميعا حينما نرجع إلى الوثائق الصحف والمجلات والدوريات التي كانت تصدر في هذا العصر وقرأناها الآن بس غير التاريخ وقول 2018 بدل 1924 أو 1918 ستجد الكلام المكتوب ينطبط تماما على واقعنا الآن فنحن في عصر عصر الترابات عصر تخولات عصر تغيير ولاءات الحق بقى باطل والباطل بقى حق المقاومة بقى ترهاب والاحتلال بقى مسالم كل هذا يؤدي إلى ضرورة أن تعدل الأمور وأن تقوم الأمور وتقيم الأمور والتصرفات والممارسات سواء كتفكرية فقهية سياسية حزبية ما دور المقاصدية في هذا الجامعة؟ دور المقاصد من وظائف المقاصد الرئيسة أنها تقوم لأن المقاصد هي الهدف والغاية أمامي إذا رأيت وانحرفا هكذا أقول له تعال هنا أنت أمام المقصد إذا انحرفا هكذا المقاصد بتعدله اتجاهه لأن المقاصد بتشد الناس إليها المقاصد بتقيم في النهاية المقاصد من وظائف المقاصد أنها تقيم العمل نحن الآن في برنامج اسمه مقاصد هل هذا البرنامج حقق أهدافه؟ وما أهداف هذا البرنامج أصلا؟ هذا البرنامج أهدافه 1-2-3 هل هذا البرنامج يعمل على تعقيق الأهداف؟ من خلال الأهداف والغايات نقيم العمل والتصرفات أيضا المقاصد بتؤدي إلى تجويد العمل وإتقان العمل لأنه أنا لو حددت هدفي في الحياة سوف أتعب أكد لا أمل أتجاوز العقبات والابتلاءات لا يرهبني سيف ولا يغريني ذهب أنطلق في طريقي إلى تحقيق هدفي وهكذا برأيك دكتور هل الأمة الآن قادرة على إعمال مقاصد الشريعة في حياتها؟ لا شك أنها قادرة بما فيها من علماء ثقات رغم هذه الدوشة الكبيرة من الذين يزعمون أنهم يستخدمون المقاصد ويستخدمونها خطأ لكن هناك علماء ثقات علماء يعني لن تخلو الأرض من قائم لله بحج وأحمد شوقي الشاعر العظيم قال إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا أهل الحقيقة موجودين في كل زمان ومكان لكن نرجع إليهم ونستفتيهم ونسألهم ولا ننصد كثيرا لهؤلاء سواء كانوا من أهل اليمين أو من أهل الشمال أهل اليمين الذين يريدون تعطيل الشريعة وفك الشريعة عن روحها وهي المقاصد وهؤلاء الذين يريدون أن يعطلوا للشريعة الإسلامية باسم المقاصد علينا أن نتبع مدرسة الوسط التي تفهم النصوص الجزئية ولا تعطلها تفهمها في ضوء سياقاتها وملابساتها ومقاصدها فتعمل أحكام الشريعة فلا تتضارب الشريعة ولا تتعارب نصوصها مع بعض وما أحوجنا في هذا العصر إلى إعمال هذا الفكر الحي الإمام بن القيم قال عن فقه المقاصد هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بلا استئزاء كيف يمكن لهذا الفقه الحي أن يكون حيا في أمة يعني تعيش مواتا احتلالات وتراجع فكري وتراجع حضاري وتراجع أخلاقي هل تمتلك الأمة المسلمة الآن سواء بنخبها أو بعوامها الوعي المقاصدية الكافي دكتور أنا معك الآن أننا في مرحلة صعبة ومرحلة خطيرة جدا تتفسق فيها الأمة وتتحلل وتتقزم فيها العاملون الإسلام وتحار فيها العقول تحار فيها العقول لأننا أمام مرحلة جديدة وأمام استحقاقات توجب علينا أن ننهض لها وأن لا نناء لكن ثم تمن يقول أن هذه المرحلة الصعبة التي تتحدث عنها في ظل غياب وعي مقاصدي حقيقي بين المسلمين أنا أتفق معك في هذا لكن هناك من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل الصلاح وإن كانوا قلة من يقوم بهم الواجب في درجاته الدنيا لكن الحقيقة الواقع يحتاج المزيد ويحتاج الكثير لأن الواقع واسع واجباته ومتطلباته كثيرة جدا مهما تردم في حاجات الواقع ومتطلباته يقول لك هل من مزيد تقول له هل امتلأت كجهنم بالظفر ويقول لك هل من مزيد في مثل هذه المراحل تطلب الأمة وواقعها كتائب هائلة من المتخصصين والمفكرين والأصوليين والفقهاء والمفتين والدعاء والمجددين والمصلحين هؤلاء ينبغي أن يتنادوا وأن يتكاتفوا وأن يقدموا ما ينفح هذه الأمة لكن هؤلاء كثيرون اليوم دكتور لكن هؤلاء الدعاة الكتائب من الدعاة والعلماء ثمت من يقول بأنها مقاصد الشريعة غير متحققة في سلوكهم وفكرهم لا نستطيع أن نقول هذا الكلام عندنا علماء كبار يعني عندنا ابتداءا مثلا نتكلم عن العصر المئة سنة الأخيرة عندنا محمد عبدو محمد رشيد رضا عندنا حسن البن تتكلم عن وقعنا اليوم البشير الإبراهي اللشير عندنا ما هو هؤلاء يعني عكس فكرهم على وقعنا الآن عندنا أحمد الرئيسوني عندنا يوسف القرضاوي عندنا مصطفى الزرقى رحمه الله عندنا محمود شلتوت عندنا الشيخ عبد الرحمن السعدي عندنا فقهاء ومفتون بفضل الله يملؤون السمع والبصر وعلى الجيل المعاصر من شباب العلماء أن يستلهم هذا الفكر وأن يقوي نفسه وأن يعمل على نفسه وأن يقرأ ويكتهد ويصنع نفسه صناعة علمية فكرية حتى يقدم للأمة ما ينفعها في هذا العصر الصعب الذي تحياه الأمة أشكرك شكرا جزيلا برد وصفي أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختامي هذه الحلقة التي أشكر في ختامها الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية شكرا لكم مشاهدين الكرام في حراسة الله